القصف المتكرر الذي استهدف معسكرات ميليشيات الحجد فت في عضد الحكومة فحملها على اتخاذ موقف يشيب انحيازها لإيران في مواجهتها مع الإدارة الأمريكية وذلك باتخاذ قيادة العمليات المشتركة قراراً يحضر تحليق كل أنواع الطيران في أجواء العراق بما في ذلك الطيران الأمريكي مصادر متابعة لتطورات في العراق أكدت أن الصيغة التي استخدمت لمنع تحليق الطيران الأمريكي في الأجواء العراقية تعكس رغبة في اعتمار طرق ملتوية للاستجابة لطلبات إيران إذ قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلغاء جميع الموافقات الخاصة بالطيران وجعل تلك الموافقات من اختصاصه هو أو من يقوم بتفويضه في محاولة للسيطرة على قرار استخدام الأجواء العراقية والذي يقع خارج سلطة يد الحكومة عملياً لكن قرار عبد المهدي بدى غامضاً خصوصاً لجهة آليات تنفيذه إذ كيف يتم ضبط حركة الطيران بما في ذلك طيران التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة والذي يمارس واقعياً استباحة تامة للأجواء العراقية والطيران الصهيوني الذي أكدت وسائل إعلامه مسؤوليته عن تنفيذ القصف على المعسكرات التي تضم عناصر وأسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني وتدرجت الحكومة بهذا القرار نحو الاعتراف بتعرض معسكرين تابعين لميليشيات الحجد لقصف جوي متجاوزة الرواية الرسمية التي سبق أن أوردتها بنفسها بشأن ما حدث في معسكر السقر جنوبي العاصمة بغداد وما حدث قبل ذلك في معسكر الشهداء في ناحية آمرلي شرقي صلاح الدين حيث أرجعت بادئ الأمر تدمير الموقعين إلى حادثتين عرضيتين لكنها لم تستطع التمادية في رواية الحادث العرضي بعد أن تتالت الشهادات بشأن تعرض المعسكرين لقصف جوي ويرى خبراء في هذا النوع من الاستهداف بأنه يشكل معضلة للميليشيات المنتشرة على نطاق واسع وتمتلك الكثير من المواقع والمعسكرات التي لا يصعب على الطيران رصدها واستهدافها في ظل غياب الغطاء الجوي لحمايتها قرار عبد المهدي أظهره بموقف المحرج إزاء ما سيلاحقه من انتقادات بشأن عدم قدرته وهو القائد العام للقوات المسلحة على حماية سيادة البلد وحماية الممتلكات والأرواح يقول المراقبون بينما ذهب آخرون إلى اتهامه بمحاولة استرضاء ميليشيات الحجد ومن ورائها إيران بشأن قراره تقييد حركة الطيران في الأجواء العراقية والذي لن يغير من واقع الحال شيئاً ترجمة نانسي قنقر